موسيقى اليوم في هذا الفيديو سنتطلق معكم إلى تاريخ العديد في المغرب لأن المغرب لم يكن طبقة واحدة كانوا الأسياس والذي تابعونهم في الطبقة الثانية كانوا الحارثين مثل المتحر ثاني نقول الحر الثاني الحر رقم جوج أو الحارثين يعني الذي يحرط الأرض إذا هذه الطبقة الثانية والطبقة السفلة أقل طبقة كانت هي طبقة العبيد ونركز اليوم في هذا الفيديو على طبقة العبيد في المغرب كيف جاءوا إلى المغرب وكيف استقروا وكيف أصبحوا جزءاً من المغاربة موسيقى الناس الذين يعيشوا في القصور كانوا يمتلكون العبيد وفي عوض ما يسمونهم بأسماء الأفريقية الأصلية يسمونهم بأسماء جديدة الناس كانوا علاقين بإلم الطاقة عندما يحرون جديد الناس المغربة كانوا عافروا أول كلمة سأنتقها في أمي مع الصباح هي الإسم الخديمة فبالتالي يجب أن ننتق واحدة الكلمة التي تكون متفائلة واحدة الكلمة التي ستجلب الخير لذلك سنسمعوا بأن أسماء العبيد في المغرب كان أن هذه الأسماء كانوا يسمونهم بارك مسعود ياخوت جوهارا السادية وكلهم كانوا يسمونهم أسماء العبيد السؤال المطروح الآن هو مين هو الأصل لها العبيد والسؤال الثاني وش في علام الصح أن هذه العبيد كانوا يتحكموا في المغربة ويتحكموا حتى في السلاطين لدرجة أنهم كانوا يعينوا السلطة اللي يجبوهم ويجبوهم من بعد شهر أو شهرين ويجبوهم ولا يستطيع أن يقفوا ضدهم وفي القوات الجواب أن هذه المعلومات صحيحة ولكن سيناريو آخر سنشرحه خطوة بخطوة كان واحد السلطان علاوي اسمه مولاي اسماعيل تولى الحكم في الفترة ما بين 1645 و 1727 وهو في العمر دياله ستة وعشرين سنة هذا السلطان ما كانش الأمر ساهل عالي لأن أغلب القبائل أرفضوه وتمردوا عليه والقصعوبة كبيرة بأنه يطيعوا لذلك هذا السلطان قرر باش يكون عنده واحد جيش قوي قادر على أن يبطش بأعدائه وأنه يلغي هذه العصبية القبالية اللي كانت في المغرب بالفعل السلطان مولاي اسماعيل العلوي قدر أنه يشكل هذا الجيش على شاكلة وعلى متان الجيش الإنكشاري حتى أن العهد دياله السلطان معروف في تاريخ المغرب أنه كان كيتميز بالاستقرار والأمن أول حاجة قام بها هذا السلطان هو أنه بدأ يجمع العبيد اللي كانين في المغرب حتى أنه يصدر واحد القرار كيلزم المغاربة اللي عنده شيئب يقدموا لدار المخزن ويجمع واحد العدد لا بأس به من العبيد ولكن ما قلنعوش هذا العدد ومشاجب ما زال العبيد من الدول المجاورة بحال السينغال والسودان وحتى القبائل المجاورة وخلى لهم السلطان أنه يعرفوه بوحده فقط لا يعرفون أصولهم فهو الأب الروحي لهم وفعلا بدأوا كيطعوه طاع عمياء لأنه شرف شخصيا على التربية ديالهم بعدما سقط الملكية ديال العبيد في المغرب وكانت تربية ديالهم عندها واحد طابع خاص لأنه مجرد ما كيوصل الطفل الدكر إلى 10 سنوات أو البنت إلى 10 سنوات كان عندهم واحد تربية خاصة البنت كتدفع لدار المخزن كتتعلم أصول الطبخ والخياطة والطرز وآداب القصر وغيرها أما الذكر فكانت عنده واحد سيناريو آخر في التألم مجرد ما كيوصلوا 10 سنوات كيبدوا يتتعلموا الحراف والمهن مثل الحدادة والنجارة والفلاحة وغيرها من بعد ذلك كيتعلموا ركوب الخيل وفي 11 سنة كيتعلموا ركوب البيغال وفي 12 سنة كيبدوا يتعلموا السلاح وفي 14 سنة كيتعلموا ركوب الخيل بدون سرج وفي 15 سنة كيتعلموا ركوب الخيل ولكن بالسرج كذلك تعلوا الرماية من بعد ما كيوصلوا إلى 15 سنة أو 16 سنة كيتسجلوا في دفاتر جندية وكيتزوجوا بالبانات الإيماء اللي كانوا في القصر كيتعلموا كذلك مهن طرز ورخية وغيرها وكيزوجهم السلطان بإشرافين وكيعطيهم الفلوس لبناء المنازل بشيء يسكنوا فيها مع الزوجات وكيينتظر منهم أنهم يتناسلوا ويتقدموا لي الأبناء ديالهم مرة أخرى من كيوصلوا 10 سنوات والأصل ديال تسمية ديال هذا الجيش اللي هو جيش عبيد البخاري أنه كيرجع إلى أن السلطان مولي إسماعيل جبرهم باش يؤديوا القسم على كتاب صحيح البخاري وهذا القسم كيتجلف ما يلي ألا وأنتم أبيد لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرعه المشروع في هذا الكتاب فكل ما أمر به نفعله وكل ما نهى عنه نتركه وعليه نقاتل وكانت هذه النسخة يحتفظ بها كل جندي ويأخذها معه في جميع المعارك والحروب لكن الكارتة اللي غادي توقعه هو بعد وفاة السلطان لأن هذا الجيش غادي يقلب وجوع للمغاربة كيف مكان قلوه وغادي يبدأ ينهب ويقتل ويسلب ويعين ويزول اللي يبغى حتى السلاطين اللي في المغرب ما قدروا شعله ما زال لدرجة أنهم كانوا يعينوا السلطان اللي يبغوا وكيزولوا السلطان اللي ما بغاوش ولا العرش ما كيدومش فيه السلطان أكثر من شهر أو شهرين وبسبب هادشي المغاربة لو كيخافوا بالزعف من العبيد نصف المغاربة تعرضوا للقتل من طرف جيش عبيد البغاري بسبب الظلم والاستبداد والجور والفوضى ونصف الباقي من المغاربة تعرضوا إلى الموت بسبب المجاعة لأن هذا العام كان فيه القحت والجفاف والأوبئة استمرت الفوضى والإضطراب بعد وفاة السلطان المولى إسماعيل اللي كان كيتحكم في العبيد ولي كان العبيد كذلك كيطعوه طاع عمياء لكن بعد الوفاة دياده ما بقاوه كيخافوه حتى شي واحد يعينوا السلطان ويزوله ولكن كان آخر سلطان اللي قدر أنه يكسر شوكة عبيد البخاري هو السلطان المولى عبد الله بن إسماعيل عبيد البخاري تغاوه في المغرب وما بقى حتى شي واحد قادر يوقفهم عند حدهم لدرجة أنهم رفضوا يعينوا الأمير مولاي عبد الله بن إسماعيل في العرش دياله وقرروا بشيعينوا في مكانوا شخص آخر اللي هو الأخذيان المستضئ بالله لكن أهل فاس ومكناس والجبال وبرابرة المناطق المجاورة كانوا مساندين للأمير وقفوا بجنبوه وسادوا حتى دخل إلى مدينة مراكوش وكسر شوكة العبيد شوكة عبيد البخاري وفرقهم على القبائل المجاورة كما جاء في كتاب الاستقصى للمؤرخ المغربي الناصري مع ذلك لازم إلينا نقول بعض الإنجازات اللي قام بها جيش عبيد البخاري في حق المغرب منها استرجع مجموعة من المدن والثغور المغربية التي كانت مستعمرة من طرف البرتغال مثل مدينة أصيلة ومدينة العرائش وكذلك مدينة طانجة مدينة طانجة اللي قدمها البرتغال إلى ملك إنجلاتيرا كهدية في حفل الزواج بالأميرة كتالانية البرتغالية إلى غاية الآن سنة 2022 سنجدون مازال العبيد في القصور اللي كيكبر منهم من نساء كتسمى الدادا وكتكون متفننة في الخياطة والطرز والطبخ وحتى التداوي بالأعشاب ومن المسبة للرجال اللي كيكبر منهم را كيشتغل إما في طربية الخيول وتنظيفهم أو في أعمال أخرى داخل القصور وكيسميهم بالفريكية نتمنى أن أقدم لكم مواضع تاريخية مفيدة ما تدخلوا شلينا باشتراكوا لك والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر